بمدينة كاتوفيتش البولونية صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أشغال المؤتمر الرابع والعشرين الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوبا 24 والتي افتتحت أشغالها هذا الصباح وقد وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقبال سموه بمقر عقاد المؤتمر الرئيس البولوني والأمين العام للأمم المتحدة وبالمناسبة وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خطابا للمشاركين في قمة القادة وفيما يلي نص الخطاب الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه السيد الرئيس صاحب السمو الملكي أصحاب الفخام والمعالي رؤساء الدول والحكومات السيد الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إننا نتطلع إلى أن تمكننا هذه الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية من تفعيل الالتزام العالمي بشأن هذه الإشكالية لذا فإن تجديد التزاماتنا لم يعد كافيا بل صار لزاما علينا أن نقرنها بتدابير عملية وجرئة لا سيما من خلال تعبئة متجددة لدعم الدول النامية بنقل التكنولوجيا والوفاء بالتزامات التمويل أصحاب الفخام والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إن المملكة المغربية تضع القضايا البيئية والتحديات المناخية ضمن أولويات سياساتها الوطنية فهي منخارطة في مكافحة تغير المناخ وفق منهجية تشاركية ومسؤولة تتجسد في مستوى الطموح المتمثل في حصة المساهمة المحددة وطنياً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارية والمخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخية والبرنامج الوطني للطاقات المتجددة كما واصلت المملكة المغربية بصفتها رئيسة للدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر تعزيز الدينامية التي انطلقت عقب إبرام اتفاق باريس حيث عملت على سبيل المثال الرحصر على تفعيل نداء مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة وشراكة مراكش للعمل من أجل المناخ كفضاء لتحفيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم أصحاب الفخام والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إن قارتنا الإفريقية تعاني بحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحال أن لا مسؤولية لها في هذه الوضعية غير المنصفة ومع ذلك فإن إفريقيا لا تحظى بالدعم والمؤاظرة من لدن الشركاء والمانحين الدوليين وفي إطار التزامها بدعم القضايا الإفريقية تواصل المملكة المغربية مواكبة مسلسل تفعيل لجان المناخ الثلاثة المنبثقة عن قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة على هامشي الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المناخ والتي تهم حوض الكونغو ومنطقة الساحل والدول الجزرية إن جسامة التحديات تلزمنا اليوم بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة على جميع المستويات لذا فإن أملنا كل الأمل أن حمس المجموعة الدولية وإن عرف بعض الفطور مؤخرا سيجد طريقه نحو دينامية متجددة ومستدامة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وإن المملكة المغربية ستبقى كما كانت على الدوام معبأة في هذا الإطار بكل عزم وإيمان وطنيا وقاريا ودوليا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاركة وازنة للمغرب في المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية مناسبة لإبراز ريادة المملكة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وكذا الدفاع عن خصوصيات القارة الإفريقية عبدالله الشقر نسرين حمداوي وحمزة السيح قمة المناخ كوب 24 مناسبة للتأكيد على التزام المغرب منذ وقت مبكر جدا باعتماد إجراءات بيئية استباقية وانخرطه المستمر في مواجهة التغيرات المناخية فالمغرب وعلى الدوام ظل فاعلا رئيسيا في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم وانخرط بجدية ومسؤولية في التعاطي مع تحدي المناخ ملكنا الحسن الثاني رحمة الله عليه عندما أطلق سياسة السدود لأنه كانت عنده رؤية بعيدة لأنها كانت تغيرت مناخية وستؤثر على الحياة وخاصة الماء الذي هو أصل هذه الحياة ولذلك ثم بعد ذلك جاءت سياسات متعددة إلى أن وصلنا إلى السياسة الطاقية إلى استراتيجية الوطنية المستدامة ثم في نفس الوقت بلادنا ملتزمة على الصعيد الدولي مراكش أطلقنا مبادرات كثيرة جدا وخاصة على الصعيد الإفريقي والدول الجزر التي هي معزولة مبادرة نوعية أطلقنا كان هناك المؤتمر القمة الإفريقية السياسات الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله في مجال تنمية المستدامة والطاقات المتجددة أثبتت رياضة المغرب في هذه المجالات الحيوية نحن ممتنون جدا لصاحب الجلال الملك محمد السادس فمن خلال قمة كوب 22 عاد الاعتبار للقرة الإفريقية بتنظيم هذه القمة العالمية وكذلك من خلال مشاركة التجربة المغربية الرائدة مختلف الفاعلين الدوليين وفي كل المحافل الدولية يشيدون باختيارات المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله والرامية إلى رفع القضية المناخية إلى أعلى مستوى من الاهتمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر